الشيخ صالح حفظكم الله أرجو أن توجهوا الإخوة والأخوات في مثل هذه القضايا قضية السؤال عن الموضوع أو الحكم الشرعي في الطواف والحج والعمرة ولا يسألون إلا بعد فترة من الزمن الذي يجب على من يريد الحج والعمرة أن يقرأ المناسك المختصرة الموثوقة أو إذا كان ما يقرأ يجعل أحد يقرأ عليه حتى يعرف كيف يؤدي النسك ويسأل أهل العلم قبل أن يشرع في يعني ماذا يعمل كيف يعمل يسأل يكون على بصيرة من أمره ولا يتصرف من عنده بدون علم الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الواجب أن هذه المرأة أو ولي المرأة لما حاضت أنهم سألوا أهل العلم في وقتها كيف يتصرفون نعم ترجمة نانسي قنقر